ما ترسع الهواء كويس جدا 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 ايه هي اول جزء نتكلم فيه لما بتجي لك ورقة الاسئلة لازم اشارتة اساسي انت بتبص في الاسئلة بهدوء وخلي بالك عشان نتعرض لاسئلة خلال هذه الحلقة هنبص نلاقي ممكن كلمة بس في السؤال تغير معنى السؤال بالكامل عشان كده لازم نبقى عارفين ان احنا نقرأ السؤال كويس جدا وما نسيبش فيه كلمة ما نقرأهاش وما نستعجلش ما نستعجلش في قرأة الاسئلة وخلي بالك بقى معاه توزيع الدرجات برضو لما نقول فيه اسئلة معينة اشرح مع الرسم يبقى الشرح على درجة والرسم على درجة لازم اخلي بالي بالي بالكلم ده كويس قوي طبعا فيه حاجات كتيرة نتعرض لها من داخل الاسئلة اللي هنتكلم عليها انما الجزء الاساسي اللي انا بتكلم فيه لازم تقرأ السؤال بهدوء والاجابة تكون منظمة وطبعا الرسم يكون واضح كل الكلام ده احنا بنعمله ليه بنعمله عشان نقدر نحصل درجات من المادة النظم الالكترونية لان خلي بالك معايا كل درجة وكل نص درجة بيفرق معاك ساعة لما بتيجي تقدم في التنصيق تعالوا نشوف الاسئلة اللي هنتعرض لها النهاردة في المراجعة النهائية وهنمشي فيها بسهولة ويسر وهنلاقي اجابة بسيطة وسهلة جدا واحنا طول السنة بنشرح مادة النظم الالكترونية وفهمنا كويس جدا اذا حنقدر نجاوب ان شاء الله بإذن الله باجابة نموذجية وحنقدر نحصل على درجات عالية ان شاء الله نشوف الكلام ده نشوف كده نشوف الشاشة اسرة البرامج التعليمية طبعا بتتمنى لكم التوفيق والنجاح وده طبعا احنا امنية لنا ان انتم كلكم تكملوا في الكليات والمعاهد العدي نشوف اول سؤال عندي اول سؤال عندي بيقول لي اشرح مع رسم التخطيطي اهم النظم المستخدمة في الارسال الملون خلي بالك بقى معايا انا بقول لك اشرح اهم النظم اهم النظم المستخدمة في الارسال الملون على طول بيجي في دماغي التلات انظمة خلي بالك معايا عشان نوضح الجزء ده عشان تبقى فاهم السؤال بيتجاوب ازاي يبقى لازم تكون مركز مركز جدا ليه بقى عشان هتفرق معايا شوف انا بقول لك اشرح اهم النظم المستخدمة في الارسال الملون خلي بالك من الكلام ده قوي شوف كلمة الارسال وممكن يجي لك اهم النظم في الاستقبال الملون شوف كلمة ارسال واستقبال بتفرق جامد في الاجابة طبعا دائر اللسال او رسم التخطيط على الارسال غير الاستقبال خالص عشان كده بقول لك ركز في قراية السؤال اول ما بجيني في دماغي دلوقتي اهم النظم في الارسال الملون في الارسال مع الناس دلوقتي بنقول لك تلاتة انظمة Hey everyone, MTSC والنظام الالماني اللي هو البال والنظام الفرنسي اللي هو السكان تعالى نشاف الكلام السؤال مرة تانية اشرح مع الرسم التخطيطي اهم النظم المستخدمة في الارسال الملون هلاقي عندي ههم النظم هما التلاتة انظمة اول نظام النظام الامريكي اللي هو NTSC النظام الالماني اللي هو البال النظام الفرنسي اللي هو SCCAM اهو دول اهم النظام طب ما تيجي نتكلم على كل نظام فيهم كل نظام فيهم خلي بالك بقى معايا ان كل نظام هيختلف على نظام التاني نفتكر حاجة جزء اه نفتكر جزء خلي بالك بقى معايا افتكر ايه افتكر الشرح بتاعي اه ده كان النظام الامريكي كان بيبعت الR ناヴي و الB ناヴي وبيستخدم التعديل التساعة التعامودي والموجلة الحاملة بتاعته 358 من 100 ميجا هيرتز ده في النظام الامريكي اكلم عن النظام الالماني كان بيبعت الR ناヴي و الB ناヴي مرة زق تسعين و مرة ناعم تسعين خلي ملك معاي وموجة الحاملة 444 من 100 ميجا هيرتز نظام الفرنسي كان السكان بيبعث الارضة اسواي في خط والبينة اسواي في خط والارضة اسواي على موجة حملة لوحدها وبيستخدم تعديل ترددي اللي هي والموجة الحملة ترددها اربعة وربع مية وستة من الف بتاعة الارضة اسواي والبينة اسواي اربعة وربع ميجا هيرتس يبقى قالت دول اساسيين عندي في التفكير ليه عشان لما نيجي ناخد الرسم التخطيطي ونشرحه يبقى انا عارف انا بشتغل ازاي تعالوا نشوف بقى الانظمة دي بنشرحها ازاي نشوف كده اولا طريقة عمل الارسال النظام الامريكي اللي هو اني تي اس اسي قدي الكاميرا التلفزيونية اللي بصور بيها ودي باخد منها التلات الوان اللي هما الار والجي والبي او وبدخلهم على مرحلة معالجة اللون يا معالجة اشارة اللون باخد منها مين؟ باخد منها تات اشارات الوai والار ناس وي والبي ناس وي هم دول التلات اللي بتعامل بيهم احض وال kang اخد الار الواي واعمل لها دليه ليني اللي هو اخط التأخير دي اوي حاجة الواي بعد كده برحو ااخد الار ناس وي وبعد كده اخدوا على معدل اتساعي تعاموني ده مين؟ ال بي ناس وي اللي هي فرق الازرق وبعد كده رحو اخذ فرق الاحمر وحطاه على معدل برضو ساعة والي هو بتاعة ساعة عامودي وبعد كده باخد باجي على تردد الموجهة الحاملة ما لتردد الموجهة الحاملة اللي هو كام 358 من 100 ميجا هرتز وبعد كده بخش على الدايرة اللي هي بتعمل لتسعين درجة بين الارن اس وي وبين البينا اس وي وبعد كده رحو اخذ اشارة الارن اس وي والبينا اس وي ودخلهم على دائرة جمع اللي هي مين بقى تاخد تجمع الاتنين الارن اس وي والبينا اس وي اللي هي اشارة الكرومة اللي هي اخد منها اشارة مين الكرومة اللي هي السيلي وباخدها اشارة الكرومة دي واخدها على دائرة تشكيل الاشارة المرئية وبعد كده بديوح جايب لهم اشارة مين الواي يبقى هي دخلت اشارة الكرومة اللي هي عبارة عن الارن اس وي والبينا اس وي ومعاهم مين الواي بعد كده بخش على مرحات السينك اللي هي تزامن اللون اللي هي ده التزامن اللون وبعد كده برضه باخد دائرة طبعا من تزامن اللون بادعيات التشكيل وبعد كده باخد وحدة التزامن اللي هتطلعي نبضات التزامن اللي هبعتها مع الاشارة المرئية المركبة الملونة وبعد كده بروح موديها على دوائر الارساق ادي اشارة مرئية ملونة وده الشرح بتاع نظام مين نظام ال الي هو النظام الامريكي. حنجي بعد كده للنظام من الالماني فاكرين النظام الالماني ان كان زينه زين النظام الامريكي بالزبط. اما اللي منفرق فيه�� انه اللي في با بقت المضع نقص تسعين ومرة نقص تسعين. ما يزاء التسعين ونقص تسعين يعني الزاوية بينهم مية وتمانين درجة. حيزيد عندي حاجة واحدة بس اللي هي الدايرة اللي هتعمل مية وتمانين درجة ويفرق معايا تردد الموجة الحاملة اللي هتردد الموجة الحاملة في نظام البال اربعة وربع ميجا هيرتز تعال نشوف بقى نظام البال ونشوف هيفرق ايه على النظام الامريكي مش هيفرق كتير غير البلوك بس اللي هو المرحلة بتاعة المية وتمانين درجة اللي هي مع الار ناقس واي ومرة زائد تسعين الار ناقس واي مرة زائد تسعين ومرة زائد تسعين تعال نشوف الكلام نشوف كده على الشاشة النظام الالماني دي طريقة طبعا طريقة عامة النظام الارسال الالماني اللي هو البال بص بقى خلي باك معاه ما تغيرتش الكاميرا هي هي وهاخد منها الثلاث الوان برضو وهخش على منحية معالجة اشارة اللون وهاخد اشارة الوال وعمل لها دليلين وهاخد اشارة البي ناقس واي وهاخد برضو اشارة وعمل لها تعديل وبعد كده هاخد الار ناقس واي وعمل لها عملية تعديل يبقى كده زي جيني بالزبط شغال في النظام الامريكي ايه اللي هيزيد عني هنا بولد تردد مجوعة حملة ببقى حاطط في دماغي بقى ان دي المجوعة الحملة اربعة وربع مية جهدس تعال نشوف كده بخش على كده المعدل السعوي وبعد كده طبعا باخد الزاوية التسعين وبعد كده بخش على البي ناقس واي عشان اعمل مرة زي التسعين ومرة ناقس تسعين اللي هي ده اللي بتعمل لي كم اللي بتعمل لي مية وتمانين درجة ايه ده يتفرق واجه مية وتمانين درجة بين الار ناقس واي مرة زائل تسعين ومرة ناقص تسعين. باخد بعد كده الارل اس وي. واخد برضو البينا اس وي. على دائرة الجمع. وبعدين بدخلهم هما الاتنين على دي مرحلة الكرومة. بدخلهم على دائرة التشكيل او التعديل بتاع الاشارة المرئية. وراح ضايف عليهم اشارة مين? الواي. ونفس الكلام برضو هخش على تزامن اللون اللي هو الكلور براست. وبعد كده بود على دائرة التشكيل. وفي نفس الوقت بروح برضو لوحدة التزامن اللي هتجيب لي نمضات التزامن اللي هي اه وصلها لدائرة التشكيل. وبعد كده باخد الاشارة المرئية المروهة. المرئية المركبة الملونة. وبعد كده بخش على ايه. بقى ايه دوائر الارساب. ده النظام الالماني اللي هو البال. حنيجي بقى للنظام التالت اللي هو السي كان. او النظام الفرنسي. النظام الفرنسي بيختلف تماما عن النظام الالماني والنظام الامريكي. بيختلف في ايه? اول النظام الامريكي والنظام الالماني بيستخدموا حاجة اسمها التعديل التساعي التعامل. ادي هو واحد. تاني حاجة بيبعثوا الار نا اسواي والبي نا اسواي على موجه حملة. في النظام الامريكي بيبعث الار نا اسواي والبي نا اسواي طبعا بزاوية تسعين. في النظام الالماني بيبعثهم مرة زائد تسعين ومرة نقص تسعين. تردد المغة الحملة في النظام الامريكي تلاتة وتمانية وخمسين من مية ميجا هرتز. تردد المغة الحملة في النظام الالماني اربعة وربع ميجا هرتز. طيب اربعة تاتة وربعين. طيب خلي بالك بقى معايا. خلي بالك بقى معايا. لو انا دلوقتي المغة الحملة في النظام الالماني بتاعة الارنس واي اربعة تاتة وربعين من مية ميجا هرتز. طيب الكلام ده كلام كويس جدا. ايه اللي نظام الفرنسي. النظام الفرنسي بيعمل ايه? بيبعت الآن ازرى في خط والبه في خط. وبيستخدم التعديل الترددي. وكل اشارة من الاشارات بتوعيد فرق اللون الاحمر واللول ازرى الليها والبينا ازرى كل واحد على موجة حاملة. لوحدها. الاحمر على чем 4 وربع ميجا هيرتز يبقى انا عرفت دلوقتي اختلافات اساسية في عشان برضو ليه بقول الكلام ده عشان لو قال لك قارن بين انظمة الارسال الملون من حيث طريقة التعديل ومن حيث تردد الموجة الحملة من حيث التعديل النظام الامريكي بيستخدم تعديل التساعي تعامودي نظام الالماني التساعي تعامودي نظام الفرنسي تعديل تردد طيب الموجة الحملة الموجة الحملة في النظام الامريكي تهاتة تمانية وخمسين من مية ميجا هيرتز في النظام الالماني اربعة تهاتة واربعين من مية ميجا هيرتز في النظام الفرنسي لأ الارناس واي على اربعة وربعمائة وستة من الف ميجا هيرتز والبيناس واي على اربعة وربع ميجا هيرتز يبقى انا عرفت دلوقتي من خلال الشرح التعتات انظمة. عرفت ان انا طلع نقط اختلاف بين التلاتة. تعالوا نشوفوا النظام الفرنسي ونشرحه برضو زي ما شرحنا النظام الامريكي والنظام الالماني. النظام التالت سالسا عمل نظام الارسال الفرنسي اللي هو السي كام. قدي الكاميرا. خلي باك معايا. وهاخد برضو منها التلات الوان. طب عزيم. هنا هاخد بص خلي باك بقى بدخلهم على ماتريكس مصفوفة. هاخد امن الماتريكس دي. هاخد اشارة الواي ومش اعملها تقاط تأخير. ما لهاش خط تأخير. طب وبعدين هروح واخد اشارة الار نقس واي. وروح دخلها على معدل اف ام. تعديل ترددي. وحطها على موجة حملة اربعة وربعمية وستة من الف. اهي. ميجا هيرتز. وبعد كده اروح داخل على مين? على واخد برضو اشارة الار البي نقس واي. ودخلها على معدل اف ام برضو. وحطها برضو على موجة حملة ومعدلة تعديل ترددي. اللي هي اربعة وربع ميجا هيرتز. باخد الاشارتين دول اللي هما الار نقس واي والبي نقس واي بعد ما عدلتهم تعديل ترددي. وروح موديهم على مبدل الكتروني اللي هو المفتاح الكتروني. عشان يبعد زي ما احنا قلنا الار نقس واي في خط. والبي نقس واي في خط. باخد اشارة الكرومة من هنا. وروح مدخلة على دائل الجمع. اللي هي تجمع لاشارة الواي. اللي هي دي. من غير خط تأخير خلي بالك. زائد اشارة الكرومة. وروح مدخلهم اخدهم على اخد وحدة التزامن اللي ها بعمل بها عملية التأخير او التعديل برضو. وبعد كده بروح داخل على الاشارة المرئية الملونة باخدها. وبعد كده اديها على او اديها على بقية مراحل الارسال. يبقى انا عرفت كده التلات انظمة شغالين ازاي. نشوف السؤال اللي بعد كده. اذكر مع الرسم اجزاء الكاميرا التلفزيونية الملونة. خلي بالك بقى معايا. ده انا قلت لك اذكرهم. قلهم لي هما. يبقى عندي فيه اربع اجزاء للكاميرا التلفزيونية الملونة. اول حاجة لنزام قنوات الالوان. قنوات النصوع. والمشفر او الديكودر بتاع نزام الالوان. يبقى فيه عندي اربع اجزاء. نزام الضوئي. قنوات النصوع. قنوات الالوان. قنوات النصوع. المشفر. المشفر اللي هو بيقوم بعملية او التعديل. بنرتبهم ازاي? اول جزء. النزام الضوئي. تاني حاجة. قنوات الالوان. قنوات النصوع. وبعدين. المشفر لنزام الالوان. يبقى دي مكونات بتاعة الكاميرا او اجزاء الكاميرا التلفزيونية. لو شفتهم اهم. ده النزام الضوئي اهو شايفينه? دي السورة اللي عايز اصورها. وقادي الضوء اللي منعكس. وفي عندي تلات انابيب اللي هم الفيديوكن اللي بصور بيهم. وفي نفس الوقت فيه الفيلترز اللي هي المرشحات الضوئية. في فلتر للاحمر فلتر للاخدر وفلتر للازرق اهو. قدم فلتر بتاع اللون الاحمر. وبعد كده بياخد على انبوبة الفيديوكن اللي خاصة باللون الاحمر. وباخد من هنا اشارة اللون الاحمر. هنا باخد الفلتر بتاع الجرين. وبعد كده باخد على الانبوبة بتاعته. وهنا باخد اشارة اللون الاخضر. في نفس الوقت برضو تحت باخد الفلتر بتاع البلو اللي هو الازرق. وعلى انبوبة التصوير وهنا باخد اللون الازرق. يبقى دي الاجزاء بتاعة الكاميرا التلفزيونية الملونة. نشوف السؤال اللي بعد كده? اذكر مكونات الاشارة المرسلة في التليفزيون الملونة. خلي بالك باع معي. هنا انا عايز اعرف انا ببعت اشارة ملونة من الارسال للاستقبال. مكوناتها ايه? مكونات الاشارة دي ايه? ما هي المكونات الاشارة دي بتاع الصورة. واحنا لسه من شوية شرحين الانزمة بتاعت الارسال. ومن خلال الانزمة تاعت الارسال كان فيه تلات اشارات كنت بتتعامل معاهم. السيييييه. والار نقس واي والبي نقس واي. صح. الكلام ده كويس. كلام كويس جدا. بس دولك فين ان انا ارسم صورة في جسر الاستقبال? لأ. لازم يكون عندي فيها عناصر تاني. ايه هم? لازم يكون عندي فيه تزامن? وفيه اطفاق وفي تزامن لون نفسه. اللي هي اشارات تزامن اللون. يبقى اذا عندي دلوقتي في كم جزء في الاشارة المرقية ملونة. اول حاجة الواي. لما ستة اجزاء. اشارة الواي. وبعدين اشارة الار ناقص واي. اشارة البي ناقص واي. اشارة التزامن. اشارة الاطفاق. اشارة تزامن اللون اللي هي اللي بتبقى موجودة عشان تجيب لي اللون نفسه. يعني لو اشارة دي او تزامن اللون. لو ما وصلتش الاجزة الاستقبال. او ما خرجتش من محطة الارسال. يبقى اشوف الصورة ابيضا. تعال نشوف المكونات الستة اللي احنا قلنا عليها. اول حاجة عندي واحد اشارة البريق او نصوع او الاضاءة اللي هي الواي. واحنا عارفين مكوناتها. الواي بتساوي الترتين من مية احمر زائ일 تسعة وخمسين من مية اخدر زائل الحداشر من مية ازلى. كل هذه الواي دي اول اشارة عندي اللي هي اللي 奇怪 ماهي. اللي احنا بنسميها اللوني. وبعد كده بنشوف بقى اشارة الكروميز اللي هي بتاعت اللون اللي فيها مين؟ الار ناقص واي وي البي ناقص واي. اشارة فرق اللون الاحمر اللي هي الار ناقص واي. وبعدين اشارة للفرق اللون الازرق اللي هي ال R now S Y لفرق الاحمر و ال B now S Y اللي هي فرق الازرق وخلي بقىك معايا ال R now S Y بتساوي إيه بقى 7 من 10 رد لولاحمر ناقص 59 جريم ناقص 11 من 100 اما اشارة فرق الازرق اللي هي ال B now S Y بتساوي ناقص 30 من 100 احمر و ناقص 59 من 100 جريم و ناقص تسعة وتمانين من مية بالورك. كده يبقى عندي تلاتة إشارات لسة فاضل تلاتة اللي هو التزامن والإدفاق والكالر براست اللي هو تزامن اللوت. رقم اربعة. هنا عندي زي ما قولنا التلاتة حقيقة اللي احنا قلنا عليهم. رقم اربعة نمضات تزامن ال الافقي اللي طبعا والرأسي. ونمضات الاتفاق الافقي والرأسي. ونمضات تزامن اللون اللي هو الكالر بيرست اللي ينبض التزامن اللون وده شكل بتاعنا بتاع الاشارة والوجود تزامن اللون بيبقى في الجزء ده في الاشارة المرئية المركبة وقادي الاطفاء وقادي التزامن يبقى دي المكونات بتاعة الاشارة المرئية الملونة المرسلة نشوف بعد كده اشرح طريقة عمل نظام الارسال التلفزيون الملونت الخلي بالك بعمل معاي معنى الطريقة على فكرة خدناها ده احنا لسه شرحناها في نظام الارسال الملونت هو ايه الطريقة دي؟ الطريقة دي ان هي الاساس بتاع ان انا ازاي هرسل اشارة ملونة ما انا مش هقدر هرسل اشارة ملونة غير عن طريق شرة الواي والار ناقس واي والب ناقس واي وخليك فاكر ان في الانزمة اللي احنا تكلمنا عليها الشهيرة انظمة. واشهرهم. اشهرهم اللي هو النزام البالد. كان بيتعامل مع مين? الارنقس واي والبيناس واي. كان بيبعت البيناس واي. وروح ماسك الارنقس واي يبعتها مرة زائد تسعين ومرة نقص تسعين. لقد دارة تاعت المائة وتمانين احنا قلنا عليه. حتى النزام الامريكي كان بيبعت الارنقس واي والبيناس واي والزاوية بينهم تسعين. ازان انا ببعت الواي. واشارة الارنقس واي هي اللي بغير فيها. على حسب النزام اللي هشتغل بيه. ازا كان نزام امريكي ازا كان نزام الماني. طب تعالي نشوف كده. طريقة الارسال دي بتتم ازاي? نشوف الكلام. ادي الكاميرا التليفزيونية الملونة. وهاخد منها التلات الوان الار والجي والبي. وهاخد بص معالجة اشارة اللون. هاخد منها مين? اشارة الواي. النزامة بنبشي على كده. وبعدين هروح واخد بقى قسم ترميز اللون ده. هوادي ايه قسم ترميز اللون? هو ده اللي هيتعامل مع اشارة الارنقس واي والبيناس واي. هلاقي هنا عندي ادي الارنقس واي. هواديه على وحدة المعالجة. لها ان هي دي اللي مرة بخليها تسعين. ومرة خليها زاق تسعين ومرة نقص تسعين. اهو. معالجة اشارة الارنقس واي. على حسب كل نزام. وهنا هاخد الارنقس واي هي. وبعد كده بدخلها على تحميل اشارة على الموجة الحاملة اللي هي حسب النظام خلي بالك هنا الموجة الحاملة هتفرق معايا تفرق معايا في ايه? ان الموجة الحاملة ان هي لو نظام امريكي تبقى ثلاثة ثلاثة ثمانية وخمسين من مية مجالز. نظام الماني بقى اربعة وثلاثة واربعين من مية. والنظام الفرنسي اللي احنا قلنا كل واحدة على موجة حاملة معينة. باخد بعد كده اشارة البينا اس واي. وباخد الاتنين مع بعض اللي هي اشارة الكرومة. واروح حاجاتهم على ده الجمع اللي هي الكرومة زائد الواي اهي. اللي بنسميها الليمونز زائد الكروميس. وبعد كده باوديهم على بقية محطة مراحل محطة الارسال. يبقى ده شرح طريقة عمل نظام الارسال التلفزيوني الملون. تعالي شوف السؤال اللي بعد كده. اذكر مميزات الارسال بنظام الان تي اس سي. خلي بالك باع معاه. اولى النظام الفرنسي النظام الامريكي اللي هو ان تي اس سي. نظام بسيط. في التركيب بتاعه ومكوناته بسيط. وغير معقد. وفي نفس الوقت طالب بسيط وغير معقد يبقى غير مكلف. بعكس النظام الالماني. بعكس النظام الالماني. بس النظام الالماني اعلى جودة. نظام البال اعلى جودة. عشان كده بنقول مميزات النظام الامريكي اللي امريكي بسيط. وفي نفس الوقت غير مكلف لان الدوائر بتاعته مش معقدة. ده دوائر بسيطة. نشوف المميزات دي. اول ميزة عندي بسيطة اهو. ترميز اللون في الارسال وقسم حل رموز الالوان في الاستقبال. عشان كده بنقول ده غير مكلف. ايش نحن مع الرسم التخطيطي جهاز الارسال التلفزيوني الغير. بصي خلي بالك بقى من الكلمة دي. الغير ملون. لو انا هتصرع خلي بالك بقى معايا. ده الكلام اللي انا قلته في بداية. في بداية الحلقة في بداية كلامي. ما تتصرعش. مش اول ما شفت السؤال كده. اشرح المراحل بتاعة نظام. اول ما شفت كلمة ملون. اروح حط المراحل بتاع الملون. غلط. دي مختلفة تماما عن المراحل بتاعة الغير ملون. عشان كده كتبتلك غير ملون. يبقى شوف تلات حروف كلمة غير دي. تغير معنى السؤال كله. عشان كده بقولك السؤال يتقري بتأن. الناس اللي بتتصرع. اه انا جاوبت السؤال ده. ما بيفوقش وما بيعرفش ان هو جاوبت السؤال ده غلط. اللي لما بيخرج بره اللجنة. بيقوله ده وعد تاني زميله بيقوله لا الناس ما دي بتاعة الغير ملون. اللي هو العادي اللي عبدالسود. والتاني يقوله لا ده ملون. هو ما شافش مع السرعة كلمة غير ملون. عشان كده بقولك السؤال يتقري بتأني. وكل كلمة فيه لازم افهمها كويس. هو قاصل كده التليفزيون الغير ملون. مراحل التليفزيون الغير ملون. طب نشوف الكلام ده ونشوف نجاوب عليها. ازاي. اشرح مع الرسم التخطيطي جهاز الارسال التليفزيوني الغير ملون. وده طبعا يعني الجهاز ده بينقسم الى قسمين. قسم الصورة وقسم الصوت. اهو. وخلي بلك بقى معاين. شوف. لما جاش راح المراحل دي. انا الوقت بتكلم على مين? على قسم الصورة. اهو. في ايه قسم الصورة? في الكاميرا. اللي هتحول للاشارة الضوئية المرئية لاشارة كهربية. وبعدين باخد الاشارات دي ورح عملها عمالية تكبير مكبر اشارة الصورة. في نفس الوقت عندي فيه هنا مولد تحكم اللي هيطلع للنبضات اللي هي خمسة ايه ستمية خمسة وعشرين. وبيغزي تلات مولدات عندي. واحد مولد تحريك افقي عشان يحرك الشعاع افقيين جهة الكاميرا. مولد تحريك رأسي هتحكم في الشعاع الرأسي. مولد نبضات اطفاق عشان يدفع الشعاع الاكتروني بعد كل اطار وبعد كل خط. بتاع الرأسي هيدفي بعد كل اطار. وبتاع الافق هيدفي بعد كل خط. مش بس كده. لا ده انا باخد منه نبضات اطفاق وتزامن. واروح ضيفهم لاشارة معلومات الصورة اللي عندي دي. عشان اكون الاشارة المرئية المركبة. كل ده في قسم الصورة. وبعدين بخش على مراحل تعديل التساع. عشان اعدل اشارة المرئية المركبة تعديل اتساعي سالب. وتعديل اي ام. وبعدين باخد من من مولد الساعة طبعا هنا لازم عايز تردد موجة حملة. اللي لازم لعملية التعديل. عن طريق مولد الموجة الحملة. بعد كده بخش على المكبر بتاع القدرة. وده لت الخارج اللي هم هياخدون الاشارة. ووصلوها للاشارة المرئية المركبة طبعا المعدلة. ووصلها لالى مين? الى واي. وفي عندي بقى واحدة مراقبة الاستيديو. اللي براقب بيها الصورة قبل. ارسالها. وهنا الشاشة اللي بتبقى موجودة داخل الكاميرا. عشان نشوف بيها الصورة. اللي هي بيتم عن طريقها مشاهدة الصورة قبل. ارسالها. ده قسم الصورة. نشوف قسم الصوت. بيبدأ عندي مين? بالمايكروفون. هيحول الاشارة الصوتية لاشارة كهربية. وبعدين مكبر تردد سمن. هيكبر الاشارة اللي خرجها من الميكروفون. وبعدين مزبزب ومعدل تعديل ترددي. عشان يعدل الاشارة اللي خرجها من المكبر تعديل اف ام. مضاعف تردد هيضاعف تردد المجأة الحاملة للصوت. ويخليها اعلى من المجأة الحاملة للصورة بمقدار خمسة ونص ميجا. اللي هم الفرق بين المجأة الحاملة للصوت والمجأة الحاملة للصورة. مكبر قدرة وده اللي يتخرج هيكبر لقدرة الاشارة اللي خرجها من مضاعف التردد. ويوصلها المين? لهوائي. الهوائي ده هيعمل ايه? ياخد الاشارة المعدلة اي ام. الاشارة الكهربية المعدلة اي ام اللي خاصة بالصورة. والاشارة المعدلة اف ام اللي خاصة بالصوت. ويحولهم لي من اشارات كهربية الى اشارات كارو مناصية ويبتدي ينشرهم في الهوائي. ده الجزء الخاص باية? المراحل بتاعة جهاز الارسال الغير ملون. السواء اللي بعد كده اشرح مع الرسم اقسام جهاز الاستقبال التلفزيوني الغير ملون. برضو خلي بالك. في فرق لما اقول لك اقسام وفي فرق لما اقول لك مراحل. لما اقول لك اقسام جهاز الاستقبال ولما اقول لك مراحل الجهاز الاستقبال. لأ اقسام يبقى القسم ده بيضموا مجموعة مراحل. يبقى الرسمة بتاعة المراحل هتكون اكبر من بتاعة الاقسام. لان هفكوا كل قسم عبارة عن ايه? انما لو قلنا اتكلمنا عن الاقسام بتاعة جهاز الاستقبال التلفزيوني الغير ملون. خلي بالك اقول غير ملون اهو. فيه عند قسم منتخب القناة. وفيه عند قسم الصورة. وفيه عند قسم الصوت. وفيه عند قسم الانحراف والتزامن. يبقى فيه بص خليبات معي اربع اقسام اسية. انتخب قنوات قسم الصورة قسم الصوت قسم من الحراف والتزامن. والرسمة هنشوفها دلوقتي ونشوف ايه المرسوم الاشارات المرسومة على الرسم التقطيطي ده بتاع اقسام جهاز الاستقبال التلفزيون. تعا نشوف الكلام ده. هنا عندي ادي الهوائي. وادي منتخب القنوات. منتخب القنوات ايه? بيتم عن طريق اختيار القناة المرغوبة ورفض باقي القنوات. وفيه تلات دوائر. مكبر تردد عالي ومازج ومزبزب. خليك فاكر الكلام ده. ليه? عشان لما نقوله المراحل. قسم الصورة بيتم فيه كشف وتكبير اشارة الصورة. يعني اذا فيه كشف وفيه تكبير. وينقلها المين? للشاشة. الشاشة هتعمل ايه? هتحول الاشارة الكهربية الى اشارة ضوائية مرئية. يبقى ده قسم منتخب القنوات وقسم الصورة. تعا نشوف بقى قسم الانحراف والتزامن. اللي هو موجود عندي. وفيه تزامن افق وتزامن رأسي. قسم الانحراف والتزامن ده بيعمل ايه? بيقوم بتوليد النبضات اللازمة لتحريك الشعار الكتروني افقيا ورأسيا. وبعد كده بروح بدي على ملفات الانحرافة هو. وبشوف عندي هنا وحدة الضغط العالي. دي وحدة اسمها وحدة الضغط العالي. مش قسم دي بتقوم بتوليد الضغط العالي اللازم لإضاءة الشاشة بمعدل لكل بوصة الف فولت. بعد كده بيقى عندي فيه قسم الصوت. اللي هو طبعا هنا ده وحدة الضغط العالي. قسم الصوت اهو. بيتم فيه كشف وتكبير اشارة الصوت لان الاشارة معدلة اف ام. وبعد كده بنقل الاشارة على السماعة اللي هتحول الاشارة الكهربية الى اشارة صوتية مسموعة. اجي بعد كده عندي الاقي وحدة التغذية اللي هي بتقوم بتوليد الضغط اللازم لآآ الضغط المستمر او الجود المستمر اللازم لتشغيل مراحل من آآ الجهاز. نشوف بعد كده السؤال اللي بعد كده دي واحدة تغذية طبعا. اشرح مع الرسم مراحل. شوف بقى مراحل. المرة فات قلت عقسام. مراحل جهاز لاستقبال التلفزيوني الغير ملون. خلي بالك بقى معاه. المراحل دي انا شايفين رسمة كبيرة. طب ما وممكن السؤال يجيني جزء فيها. مش لازم كل رسمة دي كلها. ممكن يجي جزء. ايقولك مسلا اشرح مراحل. مراحل. منتخب القنوات. ما هو? فيه منتخب القنوات فيه تلات مراحل. مكبر ومازج ومزبزب. مراحل قسم الصورة. اللي فيه الكاشف والمكبر وهكذا والشاشة. مراحل قسم الصوت. فيه كاشف اشارة الصوت. مكبر اشارة الصوت. وبعد كده السماعة. طب ايزا ممكن السؤال. يبقى عالكل. وممكن اخد جزء بس. يعني ممكن اقول لك قسم الحراف والتزامن. شرح للمراحل بتاعته. هنقول قسم الحراف والتزامن في تزامن افق وتزامن رأسي. والتزامن الرأسي تكامل. ودالة تكامل ودالة مزبزب رأسي. ودالة مكبر الحراف رأسي. وعلى ملفات الحراف الرأسي. والافقي. اه. قسم الحراف بيبدأ بداية التفاضل. وبعدين بداية الافي سي. وهم زبزب افقي. ومكبر الحراف افقي. وواحدة الاتشي تي. اللي هي الضغط العالي. يبقى ازا انا ممكن اتسئل في الرسمة كلها. وممكن اخد جزء معين. عشان كده انت لو فهمت الجزء. الكل نفسه. كل المراحل دي. كل مرحلة بتعمل ايه? خلاص يبقى لو جايك سؤال في اي مرحلة. هتقدر تقول ويتجاود عليه. تعال نشوف المراحل دي. المراحل زي ما احنا شايفين على الشاشة? اهي. بتبدأ بمين? بالهوائي. اللي بيستقبل موجات الكهرومواطسية وحول الكهربية. شوف هنا مكبر تردد عالي. ده اول مرحلة في ممتخب القنوات. بيكبر الاشارة بتاعة القناة اللي انا اخترتها. وبعدين المزبزب بيطلع تردد اعلى من تردد القناة بمدى التردد البين. لمين? للصورة. المازج بيبتدي يعمل عمليات znع من خارج المزبزب ودخل المكبر التردد عالي علشان تطلع للمدى بتاع التردد البين. اللي هو هو التردد متوسط. مكبر تردد متوسط هيكبر التردد متوسط اللي خارج من المازج. كاشف الصورة يبتدي يبتدي يفصل الموجة لحملة عن الموجة المحمولة في اشارة الصورة. وخلي باقى ده كاشف اي tail? تعديل التساع. مكبر اشارة الصورة هيكبر الاشارة اللي خرجها من الكاشف. وبعد كده يوصلها المين للشاشة عشان الشاشة تحولها من اشارة كهربية الى اشارة ضوئية مرئية. كده انا خدت قسمين قسم منتخب القنوات وقسم الصورة. نيجي بعد كده عندنا خلي باك معايا عندي اللي هو ده باخد جوه ده مستمر من خارج الكاشف او من دخل مكبر اشارة الصورة وبيغزي به بقية مراحل الجهاز اللي هو مكبر طلب متوسط ومكبر طلب معالي عشان يحافظ على مستوى ثبوت التكبير. نيجي بعد كده عندي التزامن. قسم التزامن. بيبدأ بمين? بيبدأ بفاصل التزامن. هو السينك سيبريتر. وفاصل التزامن ده هيبتدي يغزي جزئين. قسم التزامن الرأسي وقسم التزامن الافقي. قسم التزامن الرأسي زي ما قلت لك بيبدأ بداية التكامله. تاخد نبضات التزامن الرأسي وتسيب الافقي وبعد كده تود نبضات التزامن ده المين للمزابز بالرأسي. اللي هي نبضات التزامن الرأسي. يشتغل المزابز بالرأسي ويطلع على خمسين هيرتز اهيه? وتروح بعد كده على المكبر الرأسي وبعد كده على ملفات لانحراف الرأسية. ده قسم من حراف الرأسي. طيب بنيجي بعد كده الجزء التاني من التزامن. قسم من حراف الافق بيبدأ بدائلة التكامل. وخش بعد كده ياخد بدائلة التكامل وتعمل ايه? تاخد نبضات تزامن الافق وتسيب الرأسي. وبعد كده تاخد الاشارة دي واتدخلها على الاف سي. وبعد كده ينقلها الاف سي المين? ليه? المزابزب الافقي. ومن المزابزب الافقي المكبر الحراف الافقي. اللي هي طلع خلي بالك خمستاشر الف ستمائة خمسة وعشرين ده المزابزب الافقي. ووديها بعد كده على ملفات للحراف الافقية. ووديها على وحدة الاتش تي كمان. اللي هي بتطلع الضغط العالي اللازم لاضاءة الشاشة. خليك فاكر. انه برضو هنا ارجع تاني لدائلة الاف سي. دي تعمل خلي بالك. هي الدائلة دي محطوطة. اوتوماتيك فريكوينس كونترول. ضابط التردد الاوتوماتيكي. ان يتردد? تردد مزابزب. دي كده قاعدة فوق دماغي المزابزب. عشان تخلي التردد خمستاشر الف ستمائة خمسة وعشرين. لا يزيد ولا يقل. بعد كده عندي الجزء اللي خاص بقسم الصوت. بيبدأ بمكبر تردد متوسط للصوت اللي هي اي اف. اما الفير. وبعد كده كاشف اشارة الصوت. عشان ده معدل تعديل تردد بعد المكبر. ده الكاشف اهو. وبعد كده على المكبر تردد صوتي اللي هو مكبر لاخراج الصوت. وبعد كده على اه السماعة. ودي برضو وحدة التغذية اللي هي الباورسابلاي اللي بتوفر الجود اللازمة لتشغيل مراحل الجهاز. نشوف السؤال اللي بعد كده. اشرح مع رسمة تخطيطي جهاز ارسال تلفزيوني ملون. شوف مفيش غير هنا اهو. مفيش كلمة غير. شوف ملون اهو. قاعدل رسم التخطيطي بتاع الارسال اه الملون. تعال نشوف بقى كل المرحلة عندي. تبدأ بالكاميرا. برضو هاخد منها طب انا هتحول لي الاشارة الضوائية المرقية الاشارة الكهربية. وهاخد منها تلات اشارات بتوع الار والجي والبي. ودخلهم بعد كده على معالجة اشرط اللون. وبعد كده هاخد منهم من معالجة اشارة اللون دي هاخد مين? هاخد زي ما احنا قلنا الواي. اهي. والبي نائس ي والر نائس ي اهد الواي. وبعدين اهد الار نائس واي. وبدخلها على معالجة اشارة بتاعتد الاشارة في بي نائس واي اهيه. اير نائس واي زي ما قلت لك هي اللي بتختلف معنا. مرة زاوية بينهم تسعين. ومرة زائد تسعين ومرة نائسервين اللي اللي هي الار نائس واي. وبعد كده بروح ااخد البي نائس واي. وبعمل لها عملية تحميل او اشارة اللي على الاشارة موجه حملة. يعني التعديل. وباخد بعد كده الكرومة لاشارة السي. ووديه على دايرة الجمع اللي هي بتجمع لاشارة الواي مع اشارة الكرومة. خلي بالك كل ده انا بتعامل مع مين مع اللون. خدت الاشارة بتاعة الكرومة والواي اللي هي الاشارة الملونة. طب كده مش عارف اضعاد هلازم اعمل لها عملية تعديل التساعي. كل الجزء اللي فوق ده المولد التردد عائل باللوري. ومضاعف التردد ومعدل هيعمل لها عملية التعديل التساعي للاشارة المرئية المركبة الملونة. عشان كده بناخد الاشارة ايه? عادة الاشارة المرئية ملونة. وبعد كده بدخلها على معدل اف اي معدل اي ام. بالمعدل ده بيجي ده عايز يعدل الاشارة تعديل الترددي. تعديل التساعي. ايه اللي هيعمله? هيجي معان طريق مولد التردد باللوري يطلع تردد عالي. ومضاعف التردد. ضاعف التردد اللي خارج من المولد. وبعد كده بلوح داخل عملية المودوليشن. كده بحط الاشتراك مرقية مركبة على الموجة الحاملة. وبعد كده بعملها عملية تكبير. مكبر قدرة. ودخلها على مرحلة الخارج اللي هي بتعمل توافق بالمكبر القدرة. ومرشح الترددات الجانبية. وبعد كده بخش على مرشح الترددات الجانبية. وباخد الجزء اللي انا عايز ابعته. اللي هو زي ما احنا قلنا. في مرشح الترددات الجانبي. بيبعت النطاق العلوي وكله. وجزء من نطاق السوفلي. مقدار واحد وربع ميجا هيرتز. ده الجزء اللي خاص بمين بالصورة? الصوت ده المايكروفون هيحول الاشارة الصوتية لاشارة كهربية. مكبر التردد الصوتي بتديه يكبر الاشارة اللي خارجه من المايكروفون. مولد باللوري ومعدل اف ام. بتديه يعدل الاشارة بقى تعديل التردد. مضاعف التردد زي ما احنا قلنا بضاعف تردد الموجة الحملة للصوت. ويخليها اعلى من الموجة الحملة للصورة. بالمقدار خمسة ونص ميجا. مكبر الكدرة يكبر كدرة اشارة خارجة من ضاعف التردد. ومرحلة الخارج هتعمل توافق بين خرج مكبر الكدرة ودخل الهوائي. الهوائي هياخد الاشارة اللي خاصة بالصوت والاشارة الخاصة بالصورة. ويحولهم من اشارات كهربية الى اشارات كهرومانسية. ويبتدي يبعثها عبر الاسار. ارسم فقط اقسام جهاز الاستقبال التلفزيوني. خلي بالك. في فرق بين اشرح مع الرسم. الاسئلة لازم تكون فهمها. اشرح مع الرسم وارسم فقط. ارسم فقط يبقى هترسم بس. اذكر يبقى هتذكر بس. اشرح مع الرسم يبقى هشرح وارسم. خلي بالك. ليه? عشان ما ينفعش انا بقولك ارسم فقط. وانت تيجي تعمل ايه? تروح رسم وشارح. طب ما اللي انت عملته ده? خد وقت ومش مطلوب الشرح. مش مطلوب الشرح اللي بتاع الرسم. احنا اقول لك ارسم فقط. طب عظيم. يبقى ازا الوقت ده اللي انت شرحت فيه. والشرح ده مش مطلوب. ده وقت اتاخد من سؤال تاني. عن كده بنقول خلي بالك. خلي بالك. وقرأ السؤال كويس. اشرح مع الرسم. غير اسكر فقط. غير ارسم فقط. هنا مطلوب مني في السؤال ده ايه? رسم بس. عايز ارسم اقسام جهاز الارسال التليفزيوني. اه الجهاز الاستقبال التليفزيوني الملون. تعال نشوف الكلام ده. ادي الاقسام عندي. خلي باك اللي قم بسطة على الشاشة. على فكرة انا لو انا زي ما احنا قلنا قبل كده اللي بيزاكر حاجة ويفهمها بتكيره في حاجات تانية. طب ما هي الاقسام ده كلها شبيهة بالاقسام بتاعت الغير ملون. ايه اللي زاد عندي? هواء مون. وقسم منتخب القناة. وقسم الصورة. وقسم الحرف والتزامن. وقسم الصوت. ايه اللي زاد عندي? قسم اللي خاص بالالوان. قسم معالجة اللون والدوان المساعدة الاضافية. هم دول بس اللي زادوا عندي. قسم منتخب القنوات اهو اللي احنا قلنا عليه باختار بيه القناة المرغوبة. بس انا مسؤول ما طلوب مني الاسم فقط. وده قسم الصورة. وبعدين قسم معالجة اللون. وبعدين دي الشاشة. وفيها تات مدافع اكترونية الار و جي والبي. وبعد كده عندي قسم الحرف والتزامن. اهو اللي هيبدأتيه يدي الاشارات لملفات الحرف والتزامن. وبعد كده عندي الدوار المساعدة. وبعدين على الحراف الافقي والحراف الرأسي والاتش تي. اللي هو الضغط العالي. تعال بقى هنا ده قسم الصوت اللي هناخد بيه الاشارة ونوديها المين للسماعة. اهو. دي المراحل اللي بتاع. الاقسام بتاع الجهاز الاستقبال التلفزيوني. الملون. نشوف السؤال اللي بعد كده. ده التغذية طبعا احنا قلنا عليها. اللي بتوفر الجهود اللي لازم لتشغيل مراحل الجهاز. اشرح مع الرسم تركيب وطريقة عمل الشاشة العادية. الشاشة العادية اللي هي جير ملونة. اهي. ادي الرسم التاح. كوناتها ايه? بص خلي باقي معين. هنا في عندي من البداية خلص الهيتر اللي هي الفتيلة. وبعدين ييجي الكسر. اهو. اللي هو بشع الكترونات. وبعدين الشبكة الحكمة. اللي ودي بتبقى موجودة على الشاشة. او بنو على في الحيات العملية نقول عليها اليوك. اللي هو موجود على عنق الشاشة. ودي طبعا الشاشة الفلورسنتية الفلورسنت سكرين اللي هي الشاشة الفلورية. طبعا دي طريقة عملها اول على طول ما بيوصل الجهد على الفتيلة. تبتدى تسخن. تسخن الكاسود. يبتد يطلق الالكترونيات. الالكترونيات بعد كده بحكمها عن طريق الشبكة الحكمة. وبعد كده بتصدم الشاشة الفضولية فتبتدي تدي الاضاءة. نشوف السؤال اللي بعد كده. اشرح طرق خلط الالوان. طرق خلط الالوان احنا عارفنه. الطريقة اللي هي خلط بالجمع والخلط يبقى دول الخلط بالجمع اللي احنا بنجمع لونين. بيدين لون التالت. والطرح اللي احنا بناخد اللون الابيض ونبتدي نسحب منه لون اللون. بكده احنا وصلنا لنهاية حلقة المراجعة. نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة. واتمنى لكم دوام التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرستنا يا مدرستنا. يا منورة والنور في بيتنا. علمتينا وفهمتينا. لما بقنا حسن جمتنا.